نتائج قرعة كأس العالم للفوتسال كرة الصلاة أسباكستان 2024 مجموعات نارية ان شاء الله هنتكلم عن المجموعات موعد البطولة سجل الأبطال مشاركة منتظرة لمنتخبنا المغربي والمنتخب الليبي ومجموعتهم في كأس العالم القادمة للفوتسال أسباكستان 2024 السلام عليكم ورحمة الله أقيمت منذ قليل وانتهت قرعة كأس العالم للفوتسال النسخة العاشرة في أسباكستان وعرفنا مجموعات منتخبنا المغربي والمنتخب الليبي البطولة القادمة اللي هتكون في أسباكستان في الفترة من 14 سبتمبر 2024 14.09.2024 وحتى 6 أكتوبر 2024 16.2024 لعبنا قبل كده 9 نسخ من هذه البطولة ويشارك في النسخة اللي جاية بإذن الله 24 منتخب تم تقسيمهم على كل قرات العالم المستضيف منتخب واحد أوروبا 7 منتخبات أوكيانوسيا منتخب واحد أمريكا الجنوبية 4 منتخبات الكونكاكاف 4 منتخبات إفريقيا 3 منتخبات وأسيا أيضا 4 منتخبات ده بالنسبة للمنتخبات حسب التوزيع الجغرافي المستضيف أسباكستان أوروبا عندنا كرواتيا وفرنسا وكازاخستان والبرتغال وإسبانيا وأوكرانيا وهولندا عندنا من أوكيانوسيا نيوزلندا من أمريكا الجنوبية الأرجنتين والبرازيل وبراجوي وفنزويلا عندنا من الكونكاكاف كوستاريكا وبنما وجواتيمالا وكوبا عندنا من إفريقيا المغرب وأنجولا وليبيا عندنا من أسيا إيران وطايلاند وطاجكستان وأفغانستان حسب نظام البطولة 24 منتخب تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات كل مجموعة فيها 4 منتخبات المستوى الأول اللي تمت على أساسه القرعة أسباكستان في المستوى الأول بالإضافة إلى البرتغال والأرجنتين والبرازيل وإيران وإسبانيا في المستوى الثاني المغرب وأوكرانيا وكازاخستان وبراجوي وفرنسا وطايلاند في المستوى الثالث أفغانستان وكرواتيا والتاجكستان وفنزويلا ونيوزلندا وكوستاريكا في المستوى الرابع ليبيا وبنما وكوبا وهولندا وجواتيمالا وأنجولا بالنسبة ليه المستويات دي اتعامل على أساسها القرعة وقلنا قبل كده المنتخب المغريبي لولا تواجد أسباكستان في التصنيف الأول أو القبعة الأولى كان هيكون موجود في التصنيف الأول ولكن المنتخب الأسباكي هو منظم البطولة وبالتالي تم استبداله مع المغرب المغرب في القبعة الثانية طبعا سجل الأبطال للتسعة نسخ السابقة المنتخب البرازيلي عنده خمسة ألقاب إسبانيا عندها لقبين البرتغال لقب واحد والأرجنتين لقب واحد مراسم القرعة انتهت وأصفرت عن مجموعات في منتهى القوة المجموعة الأولى تتكون من أسباكستان باراجوي كوستاريكا هولندا يبقى القرعة أصفرت عن المجموعة الأولى أسباكستان باراجوي كوستاريكا هولندا المجموعة الثانية البرازيل طايلند كرواتيا كوبا البرازيل طايلند كرواتيا كوبا المجموعة الثالثة فيها الأرجنتين وأوكرانيا وأفغانستان وأنجولا المجموعة رقم أربعة فيها إسبانيا وكازاخستان ونيوزلندا وليبيا يبقى المنتخب الليبي موجود في المجموعة الرابعة رفقة إسبانيا وكازاخستان ونيوزلندا المجموعة الخامسة فيها البرتغال والمغرب وطاجكستان وبنما مجموعة منتخبنا المغربي هي المجموعة الخامسة بالإضافة إلى البرتغال وتجاكستان وبنما المجموعة رقم ستة والأخيرة فيها إيران وفرنسا وفنزويلا وجواتيمالا يبقى المجموعة الأخيرة إيران وفرنسا وفنزويلا وجواتيمالا دول الست مجموعات اللي أصفرت عنهم القرعة منذ قليل مجموعة المتاخب الليبي هي المجموعة الرابعة إسبانيا وكازاخستان ونيوزلندا وليبيا ومجموعة المنتخب المغريبي هي المجموعة الخامسة البرتغال والمغرب وتجكستان وبنما مرة تانية المنتخب البرتغالي بيقع مع المنتخب المغريبي في نفس المجموعة وكانوا لعبوا قبل كرة مع بعض وانتهت المباراة بالتعادل 3 مقابل 3 في مباراة تاريخية معروفة بالنسبة لنا والجمهور المغربي في أول رد فعل على إجراء القرعة قالوا في التعليقات اللي جاء بسم الله واللي جاء مرحبا به انت هنا بدورك أول ما سمعت القرعة وعرفت مجموعة المنتخب المغريبي والمنتخب الليبي ايه كان رد فعلك ايه الجملة اللي قلتها يريد تكتبها لنا في صندوق التعليقات المنتخب المغريبي والمنتخب الليبي ان شاء الله قادرين يروحوا بعيد في هذه البطولة المنتخب المغريبي عودنا انه بيكسب الفرق الكبيرة والمنتخبات الكبيرة وبالتالي دخلنا في الجد هتبدأ الاستعدادات ان المنتخب المغريبي هيلاعب البرتغال وطجكستان وبنما اعتقد يعني من المجموعة دي المنتخب المغربي والمنتخب البرتغالي هيلعبه على صدارة المجموعة ايضا في مجموعة المتخب الليبي مجموعة متوازنة يقدر المنتخب الليبي ان شاء الله يقدم فيها مستويات عالية بالاضافة الى نيوزلندا وكزاخستان واسبانيا اكتب لي ما هي اقوى مجموعة من وجهة نظرك او ما هي المجموعة التي يطلق عليها مجموعة الموت من الست مجموعات الاولى اوسباكستان وبراجوي وكستاريكا وهولندا التانية البرازيل وطايلند وكرواتيا وكوبا التالتة الارجنتين واوكرانيا وافغانستان وانجولا الرابعة اسبانيا وكزاخستان ونيوزلندا وليبيا الخامسة البرتغال والمغرب وتجاكستان وبنما السادسة ايران وفرنسا وفنزويلة وجواتيمالة وان شاء الله هنتابع معكم الموعيد وجدول المبريات لا تنسوا لايك للفيديو اشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته